بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة. أحبابي في الله سنطلب الله سبحانه وتعالى يعونكم وتكونوا ديما مزيانين والناس اللي بغوش أمنية ياربي يحققها لهم ويعطوهم كل مبتغة ديالهم ياربي من قلبي لقلبكم أحباب شفية المغربية وسنشكركم على التعليقات الزوينة اللي عندي في القناة والناس اللي عندي في القناة الحمد لله والشكر لله الطيبون للطيبات التعليقات السلبية مرحبا بهم وكل إضافة تزيدني قوة ونقطة انطلاقة إن شاء الله تنتمنى كما شكرتوا الوصفات تحاولوا تدعموا القناة بلايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وإن شاء الله اللي بغيت أبونه في قناة شفية المغربية مرحبا بي وألف مرحبا غايشوا في غير الخير والسعادة ورح للبابل والطاقة الإيجابية من القرآن الكريم إذا حبابي في الله اليوم جبت واحد الوصفة للإنجاب الناس اللي عندهم المس العاشق مأثر لهم على البويضة وفي نفس الوقت هذه البويضة مأثر لهم الوقت الإنجاب وقت 13-14 باش المرات تواصل مع رجلها تكون عندها المشاكل والصداع تخلق لهم يفعل لهم المشاكل والصداع نتابهو من هاد القادية باش ما يتحققش بوقت اللقاح ما تيوقعش اتصال ما عنيناش قاعدة توقع اتصال هو بارك في باب الرحيم تم أثر على باب الرحيم ما تيخليش المرأة تحمل ولو تحمل يجاء إسقاط إذن اليوم ًا أتصال يمكننا أوصفها إن شاء الله ديروها حول الله وقواته ولكن الوصفات اللي قدينا أعطيكم لا بد توجدوا المكونات قدينا أعطيتكم المكونات وإن شاء الله قدستغرهم إلا عندكم المكونات كاملين يدروهم ما عندكم كاملين ولو تديروا حاجة من حاجة من هاد من هاد الشي اللي قدتلكم المهم الأمنية ديالكم بإذن الله الواحد القهار غادي تتحقق لأنكم نويتوا أغير نية الحسنة وبغيتوا توكلوا على الله وبغيتوا الرحيم يرحمكم ويعطيكم الدرية الصالحة. إذن أنا غادي ندير جهد ديالي وغادي نعطيكم الوصفات إن شاء الله لي بزفت الوصفات أنا درتهم الوقت لك سنتعالج بالمس أطر لي على باب الرحم وش حال واني سنتعالج على داخل الشولت إذن الحمد لله مشكلة دست عندي والحمد لله وشكر الله بالصبر والصبر بيفتاح الفرج إذن غادي نعطيكم هذه الوصفات وغادي نتوكلوا على الله وغادي نصلي وكاملين على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صلي على الحبيب اللهم صلي على الحبيب الصلاة مفتاح الفرج دي محببي في الله خلوا لي تعليقات الصلاة على الرسول باش تكون يكمل المراد إذن عدنا أول حاجة هو غادي ناخد كأس يكون معقم يكون نقي وناخد واحد مفتاحة اللي تضربوا بها اللي برا غادي ناخد واحدة نشريها جديدة هدي عدنا قديمة أنا أعطيتكم مثل غادي ناخد بحال هادي هادي المفتاحة اللي تضربوا بها اللي برا المهم غادي نجيبها وغادي إن شاء الله غادي آآ نعاود نعاقمها وخاشرية جديدة نعاود نعاقمها آآ بالتعقيم شوية الخل شوية هذا وغادي إن شاء الله نحاول أنني غادي نخلي هدي على جانب وغادي ناخد مريوت 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 إلا ما كانش في الدول العربية آآ المريوت إلا ما عندكمش ما تدروهاش ولكن اللي قعدنا أهم هو القس الهندي القس الهندي هنحاول أنني ناخد قد هاكا آآ ارباع مع القس صغيرة هنتم هنوضعو هنا القس الهندي أو عندي مبقاش عندي بزاب القس الهندي غادي ناخد الفيجل الفيجل الناخد هو شي نص مع القعر ناخد مريوت 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 ما عرفش اسميتها باللغة العربية مريوت حين عدنا في المغرب عندها بزافت العلاجات هذا المريوت مازال نحط لكم مريوت نحط لكم وصفات آآ الوصفات اللي كانت يديرها الأب ديالي تعالج بها الناس آآ تيدير تيديرها بزاب بزاب تعالج بها غادي إن شاء الله نا آآ ندير لكم بزاف الوصفات اللي كانت يحط آآ مريوت غادي ناخد شوية من مريوت هانتما شيء قليل غادي ناخد أوراق السيدر غادي نغسل هادو مزيان غادي نغسلهم غادي نغسلهم مزيان مهم هاد شوية الوقت لي تفوتني الحيد الوقت لي تفوتني الحيد يبقى آآ صفورة آآ غادي إن شاء الله غادي نغسلهم مزيان وغادي نضيف لهم ماء ساخن ماء ساخن حتى يتلقوا وغادي نعطيهم آآ طيف ديال المسك طيف ديال المسك قطعة صغيرة ديال المسك وانخوي ماء ساخن هنخليهم حتى يتجانسوا هادوك المكونات يتجانسوا مزيان وغادي إن شاء الله نضيف لهم ماء ساخن أنا غادي نعطيكم آآ مثل نعطيكم آآ مثل من تغسلوهم زيان ودك شي غادي اتلقوا اتدلوا لهم ماء ساخن بحلاكة ماء ساخن هادا ماء بارد انا غادي اعطيتكم مثل وغادي هوا اللون ديالو مع القسل الهندي غادي نخليه بعد ما غسلتهم زيان بعد ما الغسل الغسل سمعوا كلامي مزيان وتبعوه حيس بغيت لكم الخير وغادي نغسل هاد شي مزيان ان شاء الله هنغسلوه ونضيف ليه ماء ساخن نصفيف صفايا ونديروه هنايا حتى يتجانس هاداك ويبقى دافي ولكن بعد ما تفوتني العادة الشهرية بيوم واحد ومنشي الحمام وتبقى في يادك صورة غادي ناخد هاد المفتاحة وبعد ما صفيتها بعد ما صفيتها وغادي ناخد المفتاحة وندخلها بب الراحم هنغسل باب المهبل باب المهبل اللي غادي يكون فيه جالس الشيطان اللي حبس عليك الجن العاشق اللي حبس عليك الانجاب البنت اللي باقى بنت وما ما تزوجاتش تاية توصل به ولكن مشي من الداخل هتوصل به هتديروه اه اه شامبان دي ما توصل به هاد الفجر ومري وتولمسك ورق الصدر والقاس اللي هندي ديرهم في قرعة وتبقى توصل بهم باش يحيد هادك التعريض ديال اه المشكين اللي عدنا بحل اه نباضات في الجهاز تنسولي اه تكون داخل اه دوبور تتكون خارج اه خارج المهبل اه المهم تكونوا نباضات كأنه شيء اه مهم انتوما غادي تفهموا لانه هاد شيء اه تيعودوه البنات وتنسمعوه ولكن انتوما را فاهمين وعارفين بدون ما نشرح لكم مهم تتكون نباضات اه خارج المهبل ووراء الضبر اذا ان شاء الله بحول الله هو قوته من بعد ما نصفي هادو غادي نوصل داخل المرأة توصل اه مدة اه اربعة الايام او خمس ايام نبقى في الليل نوصل المهبل ديالي نحاول انني ندخل هادي ونخرج واذاك المرأة غايت ساقط الراس وغادي يبدأ اي حاجة بو أطبحت بك Bohritesم كوي رجوع قصفز gehabt بعمل مشبر الناس يستحقل حتى حتى اทใหزم ازمه مزيز يدو من المكان لديه ايش ازمه مهم ثانين لديه problem كبيرت ابحسك ايش 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 اذا انلي يظهر اللي ين moisturizer ؟ وهذا انظرمه المكونات مخته غايت برقبري كارما ولكن ناخد ثلاث ورقات منها ونغسلها مزيان وناخد القسط الهندي ناخد القسط الهندي وغادي ان شاء الله نصفي هاد الشي وغادي نبقى نغسل به المهبل دياني ونغسل انتبخه مزيان لابغايت تاخدي واحد الكمية منه وتحاولي انك تحاولي تبدي تدريه كشامبان تبدي تغسلي به وفي النص الوقت يطرد جميع العوارد اللي عندك في الجهاز التناسولي اللي حابسه لك الانجاب والبنت اللي عندها مشكل للنبضات في الجهاز التناسولي اذا حبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يكون معكم ويفرحكم ويعونكم يا ربي زيت الرقية الشرعية المرأة اللي بغا الانجاب تيتوضع في هاد المكونات وان شاء الله دهن به دهن به السرة ديالها والدهر والدهر والبطن ان شاء الله وغادي تكون مزيانة ان شاء الله اذا حبابي في الله ما بقى ليغير نقول لكم إذا عجبكم الفيديو حاولوا ادعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقواته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بباركاته اشتركوا في القناة